ازايكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة حنعمل سنية سمك دنيل سمك الدنيل ده من احسن انواع الاسماك انا مكنتش عارفة ان هو بيتباع عندي كان اسمه بورجي هنا اسمه في امريكا سمك بورجي لكن هو السمك الدنيل بتاعنا اللي بنجيبه في مصر السمكية بتبقى عريضة كده ولونها فضي ومبططة شوية طبعا انا جيبته ونضفته وغسلته كويس قوي ودعكته باللمون ونضفته كويس وهحضر بقى بطاطل حلقات كده غسليها وحطها في مياه عشان لونها ما يتغيرش هحصف فيها من ميتها وهحطها في السنية اللي انا هعمل فيها السمك هحط ايه على البطاطل دي يلا نحضر الخلطة اللي هنحطها عندي طماطماية الحاجات اللي جاية دي كلها هحطها في الكب طماطماية ونص بصلايا هي بصلايا واحدة كبيرة هاخد نصها او اكتر من نصها افرمه في الكبه مع الجذر والطماطم يبقى بصل وجذر وتماطم وتلات فسول توم كبار وفلفل أصمر وملح وكمون وكشبرة وحنحط زيت يبقى احنا حطينا طماطماية وبصل وجذر وتوم وكمون وملح وفلفل أصمر وكشبرة والزيت هنضرب كل ده في الكبه كويس قوي دي هتبقى تدبيلة البطاطس اللي تحت السمك دربناهم اهون في الكبه وحننزل كل ده نخلطه بالبطاطس للم البطاطس دي بقى ليها طعم وتبقى متبهارة كويس نسوي البطاطس كده في الصينية عشان نرس فوقيها السمك بطاطس بقت بالشكل ده يلا نعمل بقى التدبيلة اللي هنتبل بيها السمك هناخد بقية البصلية حتة مش كبيرة هناخد بقى حب التوم كده حلوين ست سبعة فسوس توم الدقة اللي احنا عاملينها وشايلينها في الفريزر بالفلفل الأحمر والتوم وكرافس والبهارات اللي هي كمون وكزبرة وملح وشوية خل وعصرة لامون نص لامونيا مش هنحط هنا فلفل أصمر حطينا الفلفل الأصمر في تدبيلة البطاطس لكن في خلطة السمك مش هنحط الفلفل الأصمر نضرب كل ده كويس هو ده اللي هنحشي بيه قلب السمك ممكن تحطي شطة بودر لو ما عندكيش الدقة بتاعة الشطة اللي انا عاملها دي وشايلها في الفريزر بس حمينها هنتبل قلب السمك كده نحشيه بالخلطة دي كويس ونبدأ نحط السمك في السمك انا جايبة ثلاث سمكات بس هم على قد السمك اللي انا عاملة فيها انا بمسح لي قلب السمكة بالمنديل عشان ما يبقاش فيه مية تعملي ريحة زفورة في السمك او حاجة فتبقي منشي في قلبه كويس حشيت السمك كله بالخلطة اللي انا ضربتها في الكابة هبدأ بقى احضر فوق السمك هعمل ايه حطيت كمان خلطة هي فوق السمك هجيب طمق مية هقطعها حلقات على وش السمك كده ونجيب قرنين فلفل حامي نقطعهم لو مش بتحبي الفلفل حامي او ما عندكيش ممكن تحطي فلفل بارد عادي فلفل عادي الكوب بتقطاي حلقات اي فلفل عندك يعني بالشكل ده ونجيب كمان حلقات لمون قلنا لازم قبل رمضان ناكل سمك لان بيبقى اكله صراحة تقيل قوي في رمضان وعندي طبعا ميلين ما بيكلهوش فيعني لو كانتو الرمضان مرة عملنا مرة يبقى يعني الحمد لله كده هنحط بقية خلطة التوم اللي تبلنا بيها قلب السمك فوق السمك من على السمك من فوق على الطماطم والفلفل وحلقات التوم ونرش كده رش تزيد عالسمك من فوق كده الثنية عندي جاهزة نقص حاجة واحدة بس هجيب معلقة صلصة كبيرة ادوبها في شوية مية بخ معلقة مليانة صلصة ادوبها كويس قوي في مية وانزل بيها على صنية السمك كده مش هحط اي مية ولا اي حاجة تاني خالص في الصنية بتاعت السمك كل الخضار اللي انا حطوه هينزل مية قويس توي كويس والبطاطس هتبقى تمام التمام وكمان هيبقى فيها صوص كده خفيف للي بيحب ياكله مع الرز الاحمر للتلزين بقى لو عندك شوية بقدونس كده زي ما انا بعمل هحط شوية بقدونس كده على وش السمك يعني من باب التلزين يعني بيدي شكل وريحة حلوين خلاص كده الصنية هتدخل الفرن هي كده جاهزة على السوى ده شكلها بعد ما طلع استوت من غير اي مية ومن غير ما حطي لها اي سوايل غير اللي محطوطة في الصلصة والفي الخضار كل ده نزل السوايل بتاعته والبطاطس استوت وباقت تمام التمام من غير اي حاجة وعندي سوسة هو تحت خفيف احطه على البطاطس لو انا عايزة احطه على الرز الاحمر لو انا عايزة يلا نشوف السمك كمان قلبه استوى ازاي وادي قلب السمك كمان استوى صنية السمك الدنيس دي حلوة جدا وبتبقى حلوة قوي في العزومات يارب تكون الوصفة عجبتكو وما تنسوش اللايك